أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي في رفح الفلسطينية خلال اجتباكات مع الفصائل الفلسطينية ليرتفع العدد المعلن للقتله إلى 646 منذ 7 أكتوبر المندي كما أقر جيش الاحتلال بإصابة 24 عسكريا بينهم 6 في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية وفي سياق متصل أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جيش قرر تخفيض عدد قواته في رفح الفلسطينية وكشفت إذاعة الجيش أن قرر تخفيض القوات جاء من خلال مغادرة أحد الألوية وبقاء خمسة ألوية أخرى في المدينة